اهلا فيكم حبابي برج الليذان راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية لك من هداية الشهر او من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما راح تكون للبرج الشمسي والقمر والطالع وايضا بتقبل العكس يعني اذا انت تتعامل مع برج الميزان ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك طبعا مثل دائما خد من الفيديو الشي اللي بتشوفه مناسب او بيفيدك او بيختمت لانه القراءة منطقية يعني مش راح تنطبق على الجميع وترك اي اشي بتحسه سلبي بالقراءة او يعني لا تجبر القراءة انها تنطبق عليك راح نبلش اول بي طاقتك انت بعدين طاقة الحبيب والشريك خطواتك في المستقبل خطواته هو ايضا في المستقبل وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم وكيف راح تتطور العلاقة بينكم بعدين اذا حبينا نوضح اشياء ممكن ممكن نسحب كروت للتوضيح طيب نبلش اول بي طاقتك انت نبلش بي كروت النصيحة برج الميزان عم شوفك منغلق على حالك اكتر بهالفترة مش عم تبين مشاعرك للشخص اللي عم تتعامل معه الحبيب او الشريك لانه كروت النصيحة بتحكي لك be willing to express love يعني خلي في عندك مجال انه تعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا ممكن تتصرف مع هالشخص تصرفات بسيطة او افعال بسيطة اللي ممكن تبين او توضح للشخص اللي عم تتعامل معه انه انت بالفعل بتهتم فيه اذا انت لسه عم تفكر بالماضي او شخص من الماضي او ذكريات من الماضي كروت النصيحة بتحكي لك ايضا اترك الماضي في الماضي يعني تخلص من الماضي عشان تعطي مجال لا اشي جديدة تفوت بحياتك امشي في الطريق في الطريق الجديد اللي انت عم تمشي فيه حاليا تبطل انه الافضل انك تبطل ترجع للماضي او تتذكر ايشي خلص المفروض انه تتذكر عليها الباب ايضا خلي عندك عقلية منفتحة اكتر بما يخص مجالك العملي او حتى بالمجال العاطفي يعني ممكن يكون فيه اشخاص عندك حاليا اسمح للاشخاص انه تعطيك او تعطيك مساعدة او تحاول انه تساعدك لانه فيه اشخاص عم شوف عم تحاول انه تقدم لك النصيحة وتساعدك ولكن انت مش كتير متقبل الوضع او مش سامح كتير للوضع طيب هادي كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك انت يا برج الميزان عم شوف فيه عندك فكرة بما يخص المجال العملي جديدة او فكرة زغيرة او حابب تتواصل مع شخص اذا مش بالمجال العملي حابب تتواصل مع شخص انت بتعتبره امنية بالنسبة للك تعتبره تتمنى فيه امنية انت حاليا ماخ الطريق وعم تسعى الى تحقيقها للبعض منكم رح يكون بالمجال العملي وللبعض منكم رح يكون بالمجال العاطفي ولكن بما انه القراءة عاطفية فيه شخص انت عم شوفك فيه طريقك الى انك بدك توصل لها الشخص بدك تقابل هالشخص بدك تحكي مع هالشخص او حتى ممكن عم تستنى مبادرة او رسالة من الشخص اللي عم تتعامل معه بالنسبة لطاقة حبيبك او طاقة شريكك عم شوفه عم شوفه ممكن الابراج اللي عم تتعامل معها ممكن تكون ابراج نارية ممكن يكون برج الحمل برج الاسد الغالبية ابراج نارية او ترابية بس ممكن يكون اي برج اخر لكن طاقة الحبيب اللي عم تتعامل معه عم شوفه عم يتطلع عليك من بعيد او عم يراكب الوضع والعلاقة بينكم من بعيد ما عم شوفه عم ياخد اي خطوة حاليا بانه يتقدم نحوك او جهتك لانه العامل المشترك اللي بينكم انه فيه طرف منكم رافض عرض حب او رافض التواصل اللي عم يصير بينكم فيه او فيه طاقة صد او طاقة رد بينكم الاثنين فعم شوف انت الاشي اللي عم تحس فيها مش عم تحكي فيها ايضا الشخص اللي عم تتعامل معه ايضا مش عم يحكي بحقيقة مشاعره وعم يراقبك من بعيد نظرته الى العلاقة ممكن تكون نظرة او كتير مثل نظرة عمل او بيزنس او نظرة كتير حادة نظرة كتير قاسية يعني الشخص عم يركز كتير على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة وعلى التفاصيل الصغيرة بشخصيتك ايضا يعني ممكن يكون ممكن يكون فيه ايضا مش فقط ناري برجه ممكن يكون ناري وترابي يعني بالخارطة الفلكية عنده فيه اشي ترابي لانه الابراجة الترابية بتركز اه على التفاصيل الصغيرة كتير ايضا اه عم يشوف الشخص انه افضل طريقة لحل الامور بينكم حاليا او افضل خطوة لاتخاذ القرار بينكم حاليا انه هو يمشي او ما يتخذ قرار او فقط او يراقبك انت يراقب تصرفاتك انت افعالك انت لحتى يعرف ياخد قرار ايضا اذا كنت انت من نوع عصبي او متقلب معه هالشخص عم يحاول انه يحتويك او يحتوي العلاقة ممكن ايضا عم يحاول يسيطر على غضبه على تهوره او الطاقة النارية اللي فيه عم شوفه كتير عم يحاول انه يكتم هالطاقة او يتحكم في غضبه بالنسبة لخطواتك في المستقبل يا برج الميزان عم شوفك اكتير مصمم بشأن شخص ما او بشأن العلاقة اللي بينكم في عندك نية بالمستقبل تحط مجهود بالشغل ولكن بطريقة بالمستقبل رح يكون فيه فيه نزاع ومشاحنات سواء كان معها الشخص او سواء كان بالدائرة المحيطة فيكم لانه فيه منافسة هون يعني ممكن يكون فيه بينك وبين الشخص ايضا منافسة ممكن انتو الاثنين لانه عندك كينغ هون وعندك ملك ايضا هون فالشخصيتين هدول شخصية قوية شخصية متحكمة شخصية متسلطة فعم شوف ممكن بينكم يكون فيه صراع على السلطة انت بدك تثبت لهالشخص انه انت قادر على اتخاذ قرارات حاسمة صارمة ممكن ايضا انت اللي لبعض منكم اللي مش عم يتواصل مع هالشخص ممكن انت اللي تركت العلاقة او انفصلت عنها الشخص لحتى تثبت وجهة نظر معينة مع انك بتعرف انه الوضع او الاختيار اللي اخترته بيتطلب منك مجهود كتير عالي وبيتطلب منك صبر ايضا كتير عالي لانه هالمرة عم تزرع يعني من الصفر فالوضع بيتطلب منك وقت كتير عالي ولكن انت مستعد انك تحط هالوجهود ممكن يكون باتخاذ القرار انك انفصلت عنه فقط لتثبت لهالشخص انه انت قادر على مواجهة المنافسة او قادر على انك تتحدى هالشخص واجهن الواجهة بالنسبة لطاقة حبيبك في المستقبل حبيبك حبيبك عم يستنى خبر منك عم يستنى تواصل معك او كونكشن معك لانه ثري اوف وانس بتحكي على عم يستنى خبر منك او عم يستنى هالشخص رسالة منك ايضا هالشخص بده تكمله بالعلاقة او بده يوصل الى نهاية او حل بالعلاقة او بده يختار قرار او اختيار بالعلاقة اذا في بينكم بعد بالمسافات انت في بلد وهو في بلد اخر لانه هالكرتين بيوضحوا نفس المعلومة هالشخص بده هاد سايكل او هاد دورة توصل الى اكتمال يعني بده امشوف ايضا الثاقة المشتركة اللي بينكم ايس او وانس يعني هالشخص بيتمح الى بداية جديدة اه بعلاقتكم بده اوضح فقط اه للشخص الاخر هو هل عم ينتظر يعني هو عم شوفه مش ناوي ياخد قرار بالنسبة للمنفصلين حاليا او اللي مش عم يحكو مع بعض حاليا ما عم شوف هالشخص عم اه راح ياخد قرار ولكن عم شوفه عم يستنى خبر منك ممكن ايضا هالشخص يكون هو الشخص اللي انت مخطط او ناوي اه تروح لعنده او تروح في طريقه لانه انت في طريقك بدك تروح الى حلم او الى امنية انت بدك تحقيقها شخص انت بتعتبره وش بتعتبره امنية فبنا نشوف هالشخص الجوجمنت هون القرار هو راح يوصل الى اتخاذ قرار بس انا بدي اوضح شو هو القرار اللي راح يتخده هالشخص عم شوف لسه بقراره حتى ايضا بكروت التوضيح انه هو عم ياخد قرار بالصمت او عم ياخد قرار بانه يتمسك بموقف معين هالشخص ممكن ايضا عم تتعامل مع برج العذراء انه هالكرت بيتبع برج العذراء او برج ناري والبرج الناري الشخص اللي عم تتعامل معه مبين انه هو شخص عنيد لانه فيه نقطة هو متمسك فيها ومش مستعد بالمرة يعني يغير قراره او يتنازل يتنازل عن كرامته او يتنازل عن اختياره الى انه هالكرت نفس هالكرت الى انه مستني خبر منك مستني اشي منك مستني ردة فعل منك رسالة خبر ولكن هو مش مستعد انه هو اللي يكون بالمبادرة الاولى او بالخطوة الاولى ولكن في عقله الباطني هالشخص بيتمنى الى بداية جديدة معك ممكن ايضا لانه مبين اوكي ف مثل ما حكيت لك هاي بدايات جديدة ايضا ممكن تكون شخص عفوي علاقة عفوية اوكي فهالشخص بيريد هالاشي بده هالاشي منك بتوقع طاقة الريزستنس عم تيجي اكتر منك انت من برج الميزان عم تيجي اكتر منك لانه ذكرت النصيحة وايضا بالطاقة اللي محيطة فيك انت اللي اكتر عم حسك عم تفل او عم تبعد او او مستعد انه تعمل المستحيل مشان تثبت وجهة نظر معينة ايضا ممكن تكون انت متناقض بشأن شخصين او بشأن شيئين ولسه ما خطرت او ما وصلت الى قرار نهائي او عم تشوف انه انت ممكن تكون محتار ايضا بين نقطتين نقطة انك تخلي العلاقة مع هالشخص عفوية او انه بدك العلاقة تكون جدية لانه مش واضح عندي انت هون شو بدك يعني فيه فقط او فيه خيبة امل انه الوضع العاطفي بينك وبين هالشخص ولكن ممكن تكون انت متناقض بين هالفكرتين ممكن يكون فيه جانب منك بده العلاقة تكون سموذ ويزي جوين وبسيطة وفيه جانب اخر منك بده العلاقة تكون جدية اكتر فممكن او انتو الاثنين لانه طاقة مشتركة فممكن انتو فيه حيرة وتناقض من امركم انه او فيه حتى خوف ممكن او توتر او قلق من انه او اذا ممكن تكونوا انتو اصدقاء ففيه خوف من انه اذا تطورت العلاقة بينكم او اذا عطيت مجال للعلاقة انه تكون جدية انه ممكن تخرب الاشيه الاخرى اللي بينكم ممكن تخرب الصداقة اللي بينكم او ممكن اذا اذا فشلت العلاقة الجدية ممكن انه يعني تخسر هالشخص او هو يخسرك الى الابد ففيه خوف من هالناحية فيه تشوش من هالناحية فيه هذا ما القدر على الاختيار بين انه العلاقة تكون افوية او تكون جدية مش مبين انه فيه تواصل بالفترة القريبة هاي يعني بها الشهر ولكن الطاقات دائما تتغير يعني على حسب تصرفاتك انت على حسب اختياراتك انت بتتغير ولكن بالطاقات الظهرة عندي مبين انه انتو الاثنين حاليا فيه فترة اختيار لقرار معين او فيه مفترق طريق انت وهالشخص مفترق طريق انه ممكن هالشهر رح تقضوه فيه شوية عزلة او انفصال على بعض لانه عم شوف هالشخص ايضا لا تنسى انه كرد شخص عم يبحث على تنوير تنوير الذاتي تنوير الروحاني فهالشخص ممكن عم يلجأ حاليا ايضا مثلك ممكن يكون عم يلجأ الى التاروت ممكن يكون عم يلجأ الى الابراج او اي اشي يخص الروحانيات او يخص الروحانيات فهالشخص حاليا عم شوف هذا هو طريقه سواء كنت مع بعض او مش مع بعض انت وهو حاليا في فترة اكتشاف الذات اكثر تنوير النفس اكثر ذات انه انت هم تبحث على امنية معينة اوكي فهالشهر ما عم شوف فيه تواصل سريع رح يصير ولكن انتو حاليا فيه رح يكون هالشهر فترة يعني او وقت مستقطع لحتى انت تعرف ترتب امورك وخصوص التشويش اللي عم تمروا فيه خصوص العلاقة لحتى توصلوا الى قرار ايضا هالشخص عم يفكر فالطاقم بيّن انه رح يكون لسه سمود لسه هادية ما رح يصير اي فيه فيه اي تغيرات مفاجئة اوكي حبايبي برش الميزان واتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا للمشاهدة